الإجراءات الضريبية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية العام 2023 تغضب أطباء القطاع الحر الاقتطاع الضريبي من المنبع الذي يطالب به مشروع القانون يقابل برفض مطلق من الأطباء بالنظر إلى تحملات الضريبية الحالية ولعباء المادية العديدة وقد تكون بحسبهم نسبة الاقتطاع المقترحة القطرة التي تفيد الكأس القطاع متقل كهلو بالضرائب كانت ضريبة عن الدخل التي هي 38% مع العلم أن تنقوا شركات التجارية في نفس الدخل التي لا تتخلص 20% تزيد على ذلك الضريبة المهنية والحضارية وتزادون الاقتطاعات التغطية الصحية اللي تنخلصوا فيها أكبر حصة الناس تخلص 300 درهم حتى تنخلصوا 901 درهم وهذا تزادنا التقع والتواتف تنخلصوا ونحن لدينا أعلى سقف اللي تنخلصوا وإلى استحيتي 20% من المنبع هذا الطبيب لا يبقى لديه بشي القبش ويقترح المقتضى الضريبي الذي جاء به مشروع قانون مالية العام 2023 اقتطاع 20% من أتعاب الطبيب في المصحة الخاصة بالرغم من كون الأطباء ملزمين بتقديم كشفات الأرباح بشكل سنوي وهو ما قد يقطع حبل الثقة بين الدولة وأطباء القطاع الحر هناك تقريبا 13 ألف طبيب على السعيد الوطني ونحن خدعين ما يسمى بمعنى دي بيقسون الفيزيك بمعنى خدعين واحد ضريبة خاصة على الدخل وبالتالي هناك واحد لاغري اللي كانت تبشي 0% بالنسبة للضريبة على الدخل حتى 38% الوقت اللي كانت جاوزوا 180 ألف درهم يعني كأرباح هذه من جهة من جهة ثانية اللي ما قبلوش للأطباء وهي أنه كيوقع واحد اقتطاع من اللي منبع من طرف المصحات الخاصة لأنك تعرفوا أن الطبيب هو يليسوا 100 واحد الضريبة يعني كدير الدكلاقات سنوية ولكن هنا القانون الجديد كيحت على المصحة أنه تقتعلوا منبع 20% كتصبيق للضريبة يعني على الدخل بالنسبة للأطباء لكي يمرسوا خارج العيادات ديالهم وانطلاقا من العام المقبل سيؤدي الأطباء مساهمات تغطية الصحية والمساهمة في صندوق التقاعد والتي ستثقل الكاهلة بحسبهم بالإضافة إلى باقي المصاريف اليومية ترجمة نانسي قنقر